السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي طلاب وطالبات الصف الرابع حياكم الله من جديد في درس من دروس مادة الدراسات الاجتماعية بسم الله نبدأ بداية لدينا واجب على الدرس السابق مفهوم الجغرافية الجزء الأول يتكون من ثلاثة أسئلة السؤال الأول كيف نتفاعل مع المكان السؤال الثاني كيف يرتبط المكان بأماكن أخرى السؤال الثالث يذكر الطلبة والطالبات أمثلة على الطبيعة بداية نبدأ الإجابة على السؤال الأول الذي هو كيف نتفاعل مع المكان أنتظر إجاباتكم طلابي وطالباتي أحسنتم يتفاعل الإنسان مع المكان من خلال بناء الطرق والجسور والمدن والمحافظة على الغابات والمتنزهات بارك الله فيكم إجابة رائعة ننتقل للسؤال الثاني طلابي وطالباتي كيف يرتبط المكان بأماكن أخرى أنتظر إجاباتكم إذن تساعدنا معرفة الحركة على أن نعرف العلاقة علاقة المكان بالأماكن الأخرى لدينا صورتين تدلان على مثال واضح لهذه العلاقة نعم ممتاز قطار الشحن الذي يربط بين الدمام والرياض ومطار الملك خالد الدولي بالرياض العلاقة ما هي العلاقة طلابي وطالباتي كناهما وسيلة نقل تساعداني على الحركة لكن في القطار الشحن حركة برية بينما مطار الملك خالد حركة جوية أحسنتم بارك الله فيكم ننتقل للسؤال الثالث تناولنا في الدرس السابق مجال الطبيعة أحد مجالات الجغرافية مجال الطبيعة أريد منكم طلابي وطالباتي ذكر أمثلة على الطبيعة أنتظر طلابي وطالباتي إجاباتكم أحسنتم مثل الجبال والأنهار والأشجار والرمال بالإضافة إلى الأودية ومعظم مظاهر التضاريس والسطح بارك الله فيكم إذن جميع ما سبق أمثلة على الطبيعة إحدى مجالات الجغرافية للجبال الأنهار الأشجار الرمال إجاباتكم رائعة نموذجية صحيحة بارك الله فيكم هيا بنا لنراجع درسنا السابق اذكر واذكري مثال على أجهزة التقنية الحديثة التي تساعدنا على تحديد في تحديد الموقع أحسنتم تساعدنا التقنية الحديثة على معرفة الموقع من خلال خرائط جوجل أحسنتم من خلال خرائط جوجل بارك الله فيكم إجابة صحيحة إذن خرائط جوجل من أمثلة التقنية الحديثة التي تساعدنا في تحديد الموقع إجابة صحيحة من هو الذي يختص بدراسة الجغرافية ممتاز الجغرافي إذن من هو الجغرافية تراوى وبماذا يهتم أحسنتم الجغرافي هو الذي يدرس مظاهر الأرض وتقوين وطبيعتها وسكانها أحسنتم بارك الله فيكم إذن الذي يختص بدراسة الجغرافية هو الجغرافي ماذا يدرس الجغرافي يدرس مظاهر الأرض وطبيعتها وسكانها بارك الله فيكم إجابة صحيحة الجغرافي يعتمد على أسئلة أربعة ما هي الأسئلة التي يسألها الجغرافي يا ترى طلاب وطالباتي أحسنتم بارك الله فيكم يسأل الجغرافي أربعة أسئلة ما هي يا ترى ممتاز أين هو ما هو كيف نتصرف تجاه المكان كيف يرتبط المكان بأماكن أخرى بارك الله فيكم إذن الأسئلة الأربعة التي يسألها الجغرافي أين هو ما هو كيف نتصرف تجاه المكان كيف يرتبط المكان بأماكن أخرى ما هي تفسيرات هذه الأسئلة ماذا تعني الأسئلة التي يسألها الجغرافي ممتاز طلاب وطالبات السؤال الأول أين هو ماذا يعني رائع يعني الموقع ما هو ممتاز الطبيعة كيف نتصرف تجاه المكان بارك الله فيكم البيئة كيف يرتبط المكان بأماكن أخرى أحسنتم الحركة بارك الله فيكم إذن هذه تفسيرات ومدلولات الأسئلة الأربعة أين هو الموقع ما هو الطبيعة كيف نتصرف تجاه المكان البيئة كيف يرتبط المكان بأماكن أخرى الحركة إجابات رائعة صحيحة قلنا أحد مجالات علم الجغرافية الطبيعة ما هي الطبيعة يا ترى نعم يصف الجغرافي من شكل المكان من خلال مجال الطبيعة يقوم الجغرافي بوصف شكل المكان ما هو السؤال الذي يساعدنا في وصف الشكل الطبيعي للمكان ما هو السؤال الذي يساعدنا في وصف الشكل الطبيعي للمكان ممتاز بارك الله فيكم ما هو ما هو أحسنتم إجابة صحيحة ما زلنا في الوحدة الثالثة الجغرافية انتهينا من الدرس التاسع الجزء الأول والثاني مفهوم الجغرافية تبقلنا الدرس العاشر الموقع والدرس الحادي عشر المكان الدرس الثاني عشر البيئة الدرس الثالث عشر الحركة هذه جميعها دروس الوحدة الثالثة الجغرافية من مقر الدراسات الاجتماعية صف الرابع الفصل الدراسي الأول ماذا سأتعلم في هذه الوحدة؟ ما الهدف من دراسة هذه الوحدة؟ سوف أتعلم في هذه الوحدة مفهوم الجغرافية ومجال دراستها أيضا موقع وطني وأهميته الاستراتيجية أيضا تحديد موقع المكان والبيئة أيضا حركة الإنسان والسلع إذن سوف أتعلم في هذه الوحدة مفهوم الجغرافية ومجال دراستها موقع وطني وأهميته الاستراتيجية تحديد موقع المكان والبيئة حركة الإنسان والسلع لدينا في بداية الدرس مفهوم الجغرافية سؤالين تحليليين ما الجغرافية وما فروعها ومن هو الجغرافي في درسنا السابق تعرفنا على مفهوم الجغرافية وفروعها الموقع والطبيعة والبيئة والحركة سنكمل بقية درسنا بإذن الله اليوم نتعرف على أقسام الجغرافية أقسام الجغرافية إذا درسنا لهذا اليوم تتمه لمفهوم الجغرافية حيث أنني طلابي وطالباتي سأتعرف على أقسام الجغرافية أهداف درسنا لهذا اليوم يتمكن الطالب والطالبة بعد درسنا لهذا اليوم ذكر أقسام الجغرافية توضيح معنى كل من الجغرافية الطبيعية والبشرية مقارنة بين الجغرافية الطبيعية والبشرية إذن يذكر الطلاب والطالبات أقسام الجغرافية يوضح معنى كل من الجغرافية الطبيعية والجغرافية البشرية يقارن بين الجغرافية الطبيعية والجغرافية البشرية محاور درسنا لهذا اليوم حول ماذا يدور درسنا لهذا اليوم إذن يدور حول اقسام الجغرافية معنى كل من الجغرافية الطبيعية والبشائرية المقارنة بين الجغرافية الطبيعية والبشرية تنقسم الجغرافية إلى نوعان أو إلى قسمان القسم الأول الجغرافية الطبيعية القسم الثاني الجغرافية البشرية من خلال الصورة الأولى الطبيعية نلاحظ هنا صورة إذن بماذا تختص الجغرافية الطبيعية؟ نعم تختص بدراسة كل ما هو موجود على سطح الأرض من ما نباتات حيوانات طبيعية إذن كل ما يخص بالمكونات الطبيعية للجغرافية من مياه ونباتات وحيوانات وتضاريس بينما الجغرافية البشرية نلاحظ هنا في الصورة مصنع من يدير المصنع؟ أحسنتم القوى البشرية لهو الإنسان إذن الجغرافية البشرية تقوم بدراسة الإنسان وتفاعله مع ما حوله من البيئة إذن الجغرافية نوعان الطبيعية والبشرية تنقسم الجغرافية إلى قسمان ما هما الطبيعية والبشرية ممتاز نقوم بتعريف كل قسم على أحدا الجغرافية البشرية نوعان فرعان الفرع الأول الطبيعية والفرع الثاني البشرية الجغرافية البشرية الطبيعية ما هي يا ترى؟ أحسنتم هي دراسة ما على سطح الأرض من ماذا؟ من ما يابسة مناخ نباتات حيوانات إذن من ما ويابسة ومناخ ونباتات وحيوانات إذن ما هي الجغرافية الطبيعية طلابي وطالباتي؟ ممتاز هي دراسة ما على سطح الأرض سطح الأرض من ماء ويابسة ومناخ ونباتات وحيوانات إذن من يعرف لي الجغرافية الطبيعية مرة أخرى؟ ممتاز هي دراسة ما على سطح الأرض من ماء ويابسة ونباتات وحيوانات الماء ما يخص البحار والمحيطات والأمطار كل ما يخص المياه وكل يابس على سطح الأرض المناخ هي الأحوال المناخية لسطح الأرض النباتات التي تنمو على سطح الأرض الحيوانات التي تعيش على سطح الأرض جميع ما سبق تختص به دراسة الجغرافية الطبيعية إذن عودة من جديد لتعريف الجغرافية الطبيعية هي دراسة ما على سطح الأرض من ماء ويابسة ونباتات وحيوانات بينما الجغرافية البشرية ماذا تتوقعون أن تكون؟ نعم أحسنتم هي دراسة كيفية تعامل الإنسان مع المكان ونشاطه فيه كيفية تعامل الإنسان مع المكان ونشاطه فيه إذن الجغرافية البشرية تختص بالإنسان وهي دراسة كيفية تعامل الإنسان مع المكان ونشاطه فيه الطبيعية تختص بدراسة كل ما على سطح الأرض من طبيعة من ماء ويابسة ومناخ ونباتات وحيوانات بينما البشرية تختص بالإنسان ودراسة كيفية تعامل هذا الإنسان مع المكان ونشاطه فيه إذن تعريف الجغرافية الطبيعية دراسة ما على سطح الأرض من ماء ويابسة ونباتات وحيوانات أيضا تعريف الجغرافية البشرية هي دراسة كيفية تعامل الإنسان مع المكان ونشاطه فيه هيا أبنا طلابي وطالبات نذكر إلى كم قسم تنقسم الجغرافية أحسنتم تنقسم إلى قسمين هما الجغرافية نوعان أو فرعان الطبيعية والبشرية ممتاز بارك الله فيكم عددوا عددي فروع الجغرافية ممتاز الجغرافية الطبيعية والبشرية طبعا لدينا نشاط طلابي وطالباتي نستنهض الهمم ونفكر في هذا النشاط لنجد الإجابة يقع وطني المملكة العربية السعودية في قارة آسيا إذن أين يقع وطني؟ يقع في قارة آسيا وأستطيع أن أحدد موقع وطني في خريطة العالم بوضع دائرة عليه الآن أمامنا خريطة هذه الخريطة للعالم نريد أن نحدد موقع وطني بوضع دائرة إذن هذا هو موقع وطني نستنتج موقع وطني طلابي وطالباتي هذه قارة آسيا جهة الشمال جهة الغرب وجهة الجنوب وجهة الشرق إذن أين يقع وطني؟ بين جهتين جنوب غرب ممتاز إذن يقع وطني في الجزء الجنوبي الغربي من قارة آسيا أحسنتم إذن يقع وطني في الجزء الجنوبي الغربي من قارة آسيا بارك الله فيكم قمنا بوضع دائرة على موقع وطني وقمنا بذكر هذا الموقع وتحديده الدائرة تشير هنا إلى شبه الجزيرة العربية موقع وطني يقع وطني في الجزء الجنوبي الغربي لقارة آسيا أحسنتم بارك الله فيكم ماذا تعني الجغرافية الطبيعية؟ ما هي الجغرافية الطبيعية الطلاب وطالباتي؟ ممتاز هي دراسة ما على سطح الأرض من ماء ويابسة ونباتات وحيوانات بارك الله فيكم ماذا تعني الجغرافية البشرية؟ أحسنتم بارك الله فيكم هي دراسة كيفية تعامل الإنسان مع المكان ونشاطه فيه ما الفرق قارني وقارن بين الجغرافية الطبيعية والجغرافية البشرية؟ أحسنتم جغرافية الطبيعية تختص بدراسة ما على سطح الأرض من ماء ويابسة ونباتات وحيوانات بينما الجغرافية البشرية تختص بدراسة تفاعل الإنسان أو تعامل الإنسان مع المكان ونشاطه فيه إذن تركز الجغرافية البشرية على الإنسان بينما الجغرافية الطبيعية تركز على الطبيعة الموجودة على سطح الأرض أحسنتم بارك الله فيكم إجاباتكم صحيحة عودة من جديد طلابي وطالباتي لذكر أقسام الجغرافية أحسنتم تنقسم الجغرافية إلى نوعان هما جغرافية بشرية وجغرافية طبيعية الجغرافية نوعان جغرافية طبيعية وجغرافية بشرية بارك الله فيكم ماذا تعني الجغرافية الطبيعية؟ أنتظر طلابي وطالباتي إجاباتكم أحسنتم ديرهية تهتم بدراسة على سطح الأرض من ماذا؟ نعم من ماء ويابسة ونباتات وحيوانات بارك الله فيكم نتأكد من الإجابة الجغرافية الطبيعية نعم هي دراسة ما على سطح الأرض من ماذا؟ من ماء ويابسة ومناخ ونباتات وحيوانات إذن الجغرافية الطبيعية دراسة ما على سطح الأرض من ماء ويابسة ومناخ ونباتات وحيوانات إجابتكم صحيح ماذا تعني الجغرافية البشرية وبماذا تختص؟ تتعلق الجغرافية الطبيعية البشرية بالإنسان إذن هي دراسة كيفية تعامل الإنسان مع ماذا؟ مع المكان ونشاطه فيه أحسنتم بارك الله فيكم إذن تختص الجغرافية البشرية بالإنسان وتفاعل الإنسان مع المكان أو تعامل الإنسان مع المكان ونشاطه فيه نتأكد من هذه الإجابة إذن نعم هي دراسة كيفية تعامل الإنسان مع المكان ونشاطه فيه ماذا تعلمنا من درسنا لهذا اليوم؟ أحسنتم تعلمنا أن الجغرافية تنقسم إلى نوعان أو فرعان أو قسمان هما الجغرافية الطبيعية ممتاز والجغرافية البشرية بارك الله فيكم أن الجغرافية فتعلمت أن الجغرافية فرعان الفرع الأول الطبيعية والثاني الجغرافية البشرية وتعلمنا أن الطبيعية تختص بدراسة ما على سطح الأرض من ماء ويابسة ومناخ ونباتات وحيوانات بينما الجغرافية البشرية تختص بدراسة كيفية تعامل الإنسان مع المكان ونشاطه فيه طلابي وطالباتي لدينا واجب مكون من ثلاثة أسئلة السؤال الأول يذكر الطلبة والطالبات أقسام الجغرافية السؤال الثاني ماذا يقصد بالجغرافية الطبيعية وبماذا تهتم؟ السؤال الثالث ماذا يقصد بالجغرافية البشرية وبماذا تهتم؟ في نهاية درسنا نستودعكم الله على أمل لقاء بكم من جديد وشاكر لكم حسن استماعكم طلابي وطالباتي